طفل الروضة من 3 سنوات حتى 5 سنوات أنا ممكن أنمي عند الطفل ده مهارة الاستعداد للقراءة على فكرة في فرق ما بين مهارة الاستعداد للقراءة وما بين تعليمه للقراءة أنا لما أنمي عند الطفل في سن الروضة مهارة الاستعداد للقراءة أنا كده بهيأه انفعاليا وعقليا أنه هو يتعلم القراءة وحيريحني خالص في المرحلة الابتدائية يعني إيه مهارة الاستعداد للقراءة إن أنا أنامي عنده مهارة التمييز البصري ومهارات السماعية وكمان نطق الحروف إزاي؟ تمييز البصري إنه هو يميز الحرف ما بين الحرف والحرف وخصوصاً للغة العربية عندنا الحروف متشابهة طيب إزاي أناميها؟ والله في البداية أنا هعمل بس أستخدم اللعب عشان أنامي مهارة التمييز البصري أو المهارات البصرية عند الطفل إزاي؟ إن أنا مثلاً أعرض له أشكال مختلفة وأحجام مختلفة وألوان مختلفة من خلال إدراكه للاختلافات ما بين الألوان والأحجام والأشكال أنا كده نميت عنده مهارات البصرية طب بخصوص المهارات السمعية لازم أسمع الطفل قصص كتير وأساهم كمان أن أنا أعمل معاه مصرحية ومن خلال الحوار في المصرحية أنا بنمي عنده مهارات السمع من خلال القصة بنمي عنده ألفاظ يتعلمها ويسمعها هيسمع الحروف ويسمع أصوات الحروف اهم شيء ايضا ان هو يتكلم لو الطفل يتكلم كويس هنا هيقدر ان هو يقرأ كويس اهم شيء ان يكون الطفل ما عندوش مشاكل لا في السمع ولا في النطق ولا في البصر علشان يقدر يستعد للقراءة في المرحلة الابتدائية بشكل جيد اتمنى لحضراتكم التوفيق